وعايز اقولك على حاجة انه كان الابداع اللي قدمت هون على مدار مشوارك الفني الاسراطينة بيه على مدار مشوارك الفني الحقيقة بيعرفنا قد ايه انت كنت حزيرة جدا انه مفيش ولا مخرج عارف يقولبك او يحصرك في دور قدمت لنا كل الاضوار ده كان حظ ولا تراقب منك انه لأ انا مش هتحسر في دور معين لا اقولك بصراحة عشان انا متحقش عليك انا مبحسبش لأي حاجة يعني حياتي ابتدتها كده بسيطة بنت تلميزة في مدارس بطلة جنباز بحب الموسيقى بلعب بيانو الكورديون يعني طالبة من ضمن الطلاب بتيجي مدرسة بتنقني بتقولي بتعملنا في عيد الام الحفلات المدرسية العادية جدا فشافتني واعجبت بيه وقاتلي في الفرقة وبيطلبوا بنات عندهم 12 سنة ويعودوا اربع سنين الفرقة دي ما كنتش عارفة انت شفت الفيلم اجازة نصف سنة قلت لأ اه طبعا شفت الفيلم ده انا بموت فيه ايتي الفرقة فنون شعبية زي كده يعني وكد كان يعني عشان ما اختصر وروحة الفرقة وكرا قصة ده مداني كرا قصة ومبارة ومش موقف تمثيل قالص ولا في حياتي يعني الخطوة نفسها بقى جات ازاي انتقالك من من على المسرح لكاميرا بقى الدراما وتلفزيون والسينما زمان كان في فن اصيل بجد وفي مقرجين فنانين بينقبوا على الفنانين وبيدوروا على الحاجة اللي هم عايزينها بيجوا المزهرح بيجوا مسرح البلون وستاز يوسف شهين اول ما جاء اول موقفت قدام كاملة كان مع المقرج العظيم العبقري يعني علامة من علامات مصر اللي عمرنا ما احنا نساله بيجي المسرح كان في صفة عبد الرحمن وجلال عيسى ومشير اسماعيل دول كانوا مموصلين وعملوا افلام ومعروفين جدا يعني كنت مدرسة الفرق الاجبال صغيري وتنزل كده من المسرح كده ما خلصت وبعد ما بلبس اروح بص كده عايزش من جلال عيسى اشوفه بس اشوفه بس اي حاجات دي كده وستاز نور الدمرداش اول مسلسل طبعا عمالقة انتي عصرتي عمالقة الحقيقة سواء كان قصاد الكاميرا على فكرة يعني في الولكم كليب صغير القدمنا ده الفنان العملاق احمد زاكي والفنان طبعا عادل ايمان وكمان كان فيه احمد بدير وكمان كان فيه ناس تدير وانا بصراحها شخصية كنت بحب جدا الدويتو اللي بينك وبين الفنان القدير احمد بدير والفنان عادل ايمان